للمزيد مشاهدين تنظموا لنا من بغداد رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبدالواحد سيدة سروة مساء الخير مرحبا بك معنا يعني بالرغم من أن هذا القانون شاهد قراءة أولى في البرلمان نتحدث عن حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي لكنه وصف بالدكتاتوري لماذا؟ مساء الخير تحية لك ولمشاهدكم الكرام طبعا مشروع قانون حرية التعبير وحق التظاهر والاجتماع السلمي وهذا المشروع موجود منذ سنوات يعني رابع الدورة يتم تداول هذا القانون وهو نفسه يعني لم يتغير عليه شيء فليس من المعقول أن مشروع قانون تم إعداده من 2006 و2007 اليوم نجي شرعه هو نفس المشروع يعني شنو السر الرهيب في هذا المشروع القانون اللي نريد أن شرعه اليوم هو أساسا تم إعداده قبل السنوات واليوم الوضع متغير تطلعات الشعب العراقي تغيرت خصوصا بعد تظاهرات التشرين أن موضوع حرية التعبير أصبح شيء واقع حال ويجب الاعتراف به مادة 38 من الدستور العراقي لم تشير إلى أن حرية التعبير يتم تنظيمة بقانون فلماذا أنه برلمان مصر على أن حرية التعبير يجب أن يكون ضمن أو تنظيمة بقانون فلهذا هو هذا المشروع القانون مشروع ديكتاتوري للتكميم الأفواء مستحيل أن نقبل أو نسمح بتمرير هذا المشروع ويجب أن يكون هناك منظمات المجتمع المدني العلام كل صاحب رأي يكون إلى موقف معنا بهذا الجانب سيدة سروة من يدعم باتجاه تمرير هذا القانون أو مشروع القانون والله هي الأحزاب السلطة كلها مع تمرير هكذا قوانين سواء كان هذا القانون أو قانون الجرائم المعلوماتية هم الأحزاب اللي هم ماسكين السلطة هم يردون تكميم الأفواء بصراحة حتى نكون واقعين كل حزب لديه يعني يقدر هو يحافظ على نفسه وعلى أنه هو يقدر يحكي ويريد يسيطر على الآخرين على الإعلاميين البسيطين على ناس اللي يعبرون عن رأيهم أنا ضد الفوضاء أنا ضد التسقيط اللي دي يصير الجيوش الألكترونية خلقها ومن ثم يجون يعني يقيدون ويسوون قوانين لتقييد حرية الرأي حضرتك ذكرت بأن الدستور العراقي هو يكفل حرية التعبير هذه مسألة بديهية ومنتهى منها في الدستور ولكن كيف يمكن هذه من وجهة نظر قانونية تشريع قانون أو حتى طرحه للقراءة إذا ما كانت هناك تناقضات مع الدستور لا لا أبدا تعرف ما هي مادة 38 الأولى نقول حق حرية التعبير مكفور لجميع العراقيين نقطة رأس السطر ثانيا حق التظاهر السلمي والاجتماع السلمي يعني مكفول وينظم ذلك بقانون هذا ينظم بقانون حق التظاهر فهما شمسوين جايبين المواد خطية بعض يعني مسوين حرية التعبير بعدين حق التظاهر بعدين حق الاجتماع السلمي ثم ينوبي كوارثة بصراحة يعني أنه إذا يتم تشتع هذا القانون أصلا ولا أحد يقدر يطلع تظاهرات ولا يقدر أحد للاجتماع السلمي ما أدري يعني فقط حتى نضع المشاهد أيضا سيدة سروة بصورة هذه الكوارث بين المزدوجين التي حضرتك تتحدثين عليها ما الذي سيجري إذا ما مرر هذا القانون مرة أخرى نذكر بأنه مشروع قانون شهد القراءة الأولى فقط ما الذي سيجري حينما يمرر لمن يخرج للتظاهر مثل المشهد الذي تابعناه وشاهدناه في تشرين على سبيل المثال نعم يعني أولا يعني هناك عقوبات سجن عشر سنوات خمسة عاش سنة هناك غرامات مالية المشكلة أن المصطلحات الموجودة هي مطاطية أستاذ حيدر يعني إحنا مشكلتنا مع المصطلحات المطاطية اللي من يفهم شنو يقصدون الآداب العامة يعني من يتجاوز على آداب العامة يتمسجنا سبع سنة وزين أنا شلون عرفت أنه هذا متجاوز على آداب عامة غير يوصفون للآداب العامة يعني هي هاي المصيبة بعدين عدم سماح لي إهانة الرموز الدينية والمدري شنو زين الرموز الدينية من هي رموز الدينية حد دولنا أكو رمز ديني وفي نفس الوقت سياسي يعني وعند وزارات وعند نواب وعند كذا يعني ما معقول أنه أحد ينتقدع فلهذا يعني هو هذا القانون بإشكالية حقيقية ويجب أن يتم سحبه من قبر الحكومة وحكومة الاتحادية في هذا التوقيت أن ترسل بقانون جديد ينسج مع تطلعات الشعب العراقي مع الحرية اللي كفلها الدستور وأساسا يجب اسم القانون غلط اسم القانون حرية التعبير وحق التظاهر غلط هو بس حق التظاهر بدون حرية التعبير لا سوى لحرية التعبير قانون ولا يتم تنظيمه بقانون حتى تقيدون حرية التعبير فلهذا أنه أساسا هو القانون اسمه شكلا وموضوعا كلما مرفوض بالنسبة لنا رئيسة كتلة الجيلة الجديدة النيابية سرو عبدالواحل شكرا جزيلا على هذه المشاركة ضيفتي من بغداد شكرا جزيلا على المشاركة